عزي جماهير مدرسة على الهوى. انا مش عاوز اصنفها بقى مرحلة ايه? خليكم معنا كده. على فكر هقولي على حاجة. يعني لو انتم متابعين هتعرفوا انتم مرحلة ايه? بس حتى لو قعد جميع المراحل النهاردة حلقة نحو. يعني كل مراحل التعليم الاساسي هتستفيد. ان شاء الله يعني. ومعنا قائد الاستفادة. سحاتم. زيك و سحاتم. احنا مجهزين لولادنا سحاتم عشان بسرعة ولادنا نص ساعة بتاعت كل مرحلة كده بتقضيش قوي. اه بسرعة كده احنا مجهزين لولادنا انواع خبر انا. واحنا قلنا قبل كده ان انواع خبر انا ما بتفرقش كتير عن انواع خبر كان عن الخبر بتاعت المبتدأ. كلهم زي بعض. يعني كل نوع الخبر سواء كان خبر مبتدأ او خبر كان او خبر انا واحد. ونفس رقيت شرحه واحدة. ونفس الاسطوب واحد. لكن اللي بيفتع في ايه? اللي هو وجود انا او وجود كان او مفيش انا او كان ويبقى في عندي جملة مبتدأ. يميل اوي. حتى احنا في شرحنا هنبدأ نقول زي ما بيقوله كده كما سبق ودرسنا. عارف اللي هو ايه? كله قلناه. يعني حتى الانواع الخبر عموما. لان انواع الخبر هي عشمن. اللي انا بقول انواع الخبر. بابدو اصنفها بقى ان بقت كانة هي برضو نفس انواع الخبر ما بتختاريش. ونفس الطريقة ونفس التوجيه بتاعه ونفس طريقة شرح. في كل حاجة. لكن اللي هيفرق من هنا ان هناك كان خبر سيدة زي ما بيقوله. لكن هنا هيبقى خبر انا. يعني هنا هيبقى خبر انا. يعني دايما لما تلاقي نفسك مطلع الجملة او الشبه جملة. بنقول مسلا ايه? شبه جملة في محل رفع خبر انا. اه جملة في محل رفع خبر انا. نفس الكلام. لكن هلانا انا كطالب بالصف السلسل تدائي مطلوب مني ان انا اعرب الجملة كلها على بعضها? لا. مطلوب منك ان انت تقاربها كمفصلة بس. لكنك انت تقول جملة في محل رفع خبر انا. لا مش هيجي في الامتحان. مش بتاعتك انت. اه انت استخراك بس. تجويد بقى كده لو انت عاود تزويدها لنفسك كده تقبطالب كبير شوية من الطلب الكبار تقدر تقولها. وده اللي احنا هنقول لهم برضك نفس الكلام. يعني احنا ما هنجي نتعامل معهم بالنفس المنطلق ده هنقول لهم هي تتعارب ازاي. تأسيس اللي احنا متعاودين طبعا في برنامجنا هنا بدأس على الهواء. ان احنا مش بنبدأ. مش بناخد على قد المرحلة بتاعتنا اول. يعني احنا بنحدد شوية على عشان ما تطلع سانا اقول عدادي تلاقي نفسك في المعلومة دي انت ختاها مننا قبل كده. تاني عدادي تفتك بردك حتة منها بردك. على فكرة بردك انا عجباني كل حاجة بردك يعني. في احد اولاد نعلق على تعليق معاك في حتة بردك دي. بس انا هقولها لك بس بعد الحلقة. المهم خليني معاك انواع الخبر الاول اسحات. انواع الخبر عموما كده لما اسألك كده سؤال وقولك انواع الخبر. اه عندي انواع الخبر مفرد وجملة وشي في جملة? جميل اوي. ده تلات انواع. تمام. اه راحوا جهم بقوا كان بقوا انواع بقوا كل الدنيا هم انواع الخبر بتختلفش. على فكرة بردك حسب ان جهم. احنا هنبش لبعد. طيب خلينا بقوا الانواع واقول لجمل اللي عندي اللي انا هوريها لولادنا دلوقتي اللي موجودة معايا. انا ان الله غفور رحيم. اه يعني انا عندي هنا جملة ديزل اللي احنا وصينا ان احنا عندنا ان الله غفور رحيم. هنا اه ان الله ماله عز وجل غفور رحيم. انا بس انا جيبها والله متعمدة اسحات. اه. انتو تعرف لو ابن ابنان انا بتصل دلوقتي اه باللي ساعاتي توه معاه خبر جملة اسمية. غفور رحيم. ما عارف اللي هي اللي هي يخش عليه على طول. اول ما يبص كلمتين ويقول اللي عادنا نحذر منهم. اه. ان الله وما اختلفناش. على نفس الجلالة مبتدأ يبقى اسم انا وخلصت. طيب اللي جاي بعده ايه? جاي بعده كلمتين. والكلمتين دول وحدهم. ممكن يخشوا مع بعض كده يعملوه للجملة. كل ده التأليفات اللي بيقولها اولادنا او الفتاكسات اللي بيقولها اولادنا. وده اللي احنا قلناه قبل كده انك انت خبر الجملة خبر الجملة لازم يكون في ضمير يعود على مين? هي دي. على المبتدأ. بل يابد ده من موجود ضمير. از افتخذت الضمير شكرا. اه. هنا بقى الضمير اللي عندي هيعود على اسم ان. لكن هنا غفور ده خبر للجملة. طيب انا لو سكت. ورحيم. رحيم بردك خبر. اه. ده حقيقة. اه. يعني احنا لو عددنا ديت حتى اسماء الله الحسنة. ده هتبقى خبر 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 لو قعد نقول لك كلها. اه عشان في ناس السعيد بتغلط غلطة كبيرة ايه وتقول لك ده نعت. لا 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 لا. هنا غفور لوحدها خبر لنفذ الجلالة الله. وعندي بردك رحيم بردك خبر لنفذ الجلالة الله. جميل اوي. خليني غفور ليه الاولانية. لقد قلت ان الله غفور وسكت. الجملة تمت ولا ما تمتش? تمت. تمت. يبقى الخبر جه. وبعدين ما فيش ضمير يعود على مين? على نفذ الجلالة. يبقى هنا خبر مفرد لانه كلمة واحدة واسم. يبقى هيا دي التحليل اللي احنا عاودينه لأول نوع. الخبر المفرد. مهما نختلفت. والكلام اللي هيجي لابد من توافر ضمير عشان يشاور لي على حتة تانية اللي هي جملة فعالية او جملة اسمية او الدنيا زي الدنيا. تمام كيف. طيب اللي جاية بقى بص كده لدينا سحاكم. علمتوا ان المدرسة كرمت المتفوقين اليوم. اه هنا بقى الفرق ما بين ان وان بقى. نقطة انا كنا قلناها بلكده ان ان تبدأ بها الجملة. الهمزة تحت. اه. دي قعدة مع نفسها ببدايتنا. امو همزة تحت تبدأ بالجملة. لكن ان لازم تبقى داخل جملة. احنا قلنا كنا بنفسرها لولادنا ساعات ان لما جيلي الهمزة فوق هتقع. فلازم في كلمة تسبقها وكلمة بعدها. تمام. اللي هتقع دي. فعشان كده هي ايه في وسط الجملة بعد كلمة او بعد فعلي يجي بعدها. تمام. علمتوا ان المدرسة كرمت المتفوقين. عندي ان هي حرف ناسخ ناصب. جميل. لان اولادنا على فكرة تاني. عندهم انه وبس. اه. انا دي ينسوها. يعني احنا بدأ انه وانه. ده حقيقة. ولادنا عنده انه ويشتغل عن اللي باقي. لا هي انه لوحدها مع نفسها. وانه برضو مع نفسها. هي حرف من الحروف. ولازم تخد بالك كويس قوي. انك انت انه وانه. مش ان وان. جميل. ان وان بتدخل على الافعال ما لهاش دعوة بالنواسخ. يعني مش هي من اخوات انه. ان حاجة وان حاجة وان حاجة. وان حاجة وان حاجة. يعني دي دول يختلف والطاقم بتاع ان وان بوشدة. ده حاجة. وان وان دول حاجة تانية خالص. تمام. يباحنا مع الاسماء. اه. ان وان اللي هو بوشدة زي ما انت قلت. تمام. تمام. لما اجا اقولها بقى علمته ان الحرف الاسخ جي في الوسط في الاول او جايلي الحرف. تمام. المدرسة زي ما احنا اتكلمنا هو ده اسم انا. اسم انا منصوبه علامة نصبي الفن. مشكلتي بقى في الخبر. فين الخبر? اه. احنا عودنا نجيب الخبر ازاي? هم. نقول المبتدأ زائد ماله. صحي كده? تمام. هنا هنقول اسم انا برضك زائد ماله. هي شغالة واحدة. اه. تمام. المدرسة مالها? يبقى خبر انه. ايوة. اه. فين? اه. اه. انا بدأت معي بفعل. طالما بدأ معايا كلمة ماله دي بفعل. يبدأ خبر جملة فعلية. يبقى الخبر هنا جملة فعلية. طيب. برضو سؤال تاني. هل انا عندي ان انا اعرف يعني انا كرمت المتفوقين. سيبك من اليوم الوقت بالشغلتنا. بس كرمت المتفوقين. دي خبر جملة وجملة فعلية. هل لي ان انا اعرف كرمت المتفوقين? على بعضها? على بعضها? اه? يعني ايش? انا لما اجي اعرفها عشان انا طالب مدرسة على هاتجي لي بطريقتين. ادي عندي هي كرمت المتفوقين. انا جبت الخبر على طول وما يجدعوا باني. عشان الوقت بس. كرمت المتفوقين عشان انا اعرفها. يعني انا عشان اعرفها. هقول ايه? كلها على بعضها هنا كده. هنقول ايه? جملة فعلية في محل رفع خبر. انا. انا. تمام. ماشي? طب لو قلت اعرف المتفوقين لوحدها. اوعى اوعى. تقوله دي خبر. اوعى. اتعامل معنا انها جملة فعلية عادية. خلاص انت شيلها وحطيها على طبعا هي مش هتيجي. بس نفترض انها جات. انت جملتك الفعلية اللي موجودة قدامي دي لو عربت بقى منها دي لولادنا بقى. تمام. الجملة الفعلية لوحدها نعرف شغلها بقى لوحدها سحات. لو انا قطعتها. يعني قلنا كرمت فعل ماضي بقى بناء الفتح. تمام. التأي تأي التأنيف لمحل لها من الاعراب. هو مش عليه اعراب الفعل. ايوا. هو لسه ما تخدش المبني والمعرب. لان المبني والمعرب ده ما وجود معنا في تاني عادية. تمام. لكن لما ييجي ممكن يطلب مني ايه? اعراب كلمة المتفوقين. في ولادنا لما يقولك ان المدرسة كرمت المتفوقين يقول للمدرسة اسم انا والمتفوقين خبر انا. لا غلط. ليه بقى? لان انا عندي انا خلاص بقت فيه انا طلعت الخبر على انه جملة فعلية. ازاي هيبقى الخبر عندي جملة فعلية? وفي نفس الوقت الكلمة اللي جوه لان ما اقول به هيعريبها خبر. وسانيا ان خبر فيه حاجة نقطة كده احنا وردك من اولادنا. ساعت بيتبقى الكلمة منصوبة ويطلعها لي انها مرفوعة. يعني يجي يقول لي هنا مسلا المتفوقين خبر ايه انا مرفوعة على مترفة. يعني هو ابننا او ابنتينا بيتوه برغم ان هو مشاور له انها منصوبة. اه. يعني اسيبك من خبر كمان. انا مش هقول خبر. انا هقول دلوقتي انها جملة فعلية زي من الصحات يقاله. هو داخل على انها جملة فعلية. وجملة فعلية يعني انا الفعل مش عليها لكن عندي فاعل وعندي مفعول. تمام. يقولك الكلمة الثانية تبقى فاعل. طيب احنا برضو بنقولها لولادنا. فاعل يعني مرفوعة. مفعول يبقى منصوب. طيب المتفوقين انت ليأوي انهم دي عموما. علامة نصب ولا راسب. بس كده. وانا ما عنديش ما يستدعي. لجر. انها تجر. اه. فهنا يبقى انا عندي اه احتمالات. طب ما انا قلت لك قبل كده ان انا لما يجي لي جملة فعلية. اقول ايه? مين اللي كرم المدرسة? كرمت مين? المتفوقين. يبقى المتفوقين مفعول به منصوب وعلامة نصبه لي. يبقى الفاعل اللي هو غايب ده اللي هو المدرسة اللي المفروض مش موجود دلوقتي. لكن المتفوقين هي المفعول. ضمير مستاتر تقديره هيا. تمام. كده تعال اما شوف اللي بعدها كده. اه شوف كلمة لأيته وجات علينا احنا. تمام. طبعا نزيده انتاج القمح. ببا انا بيجيبنيش جملك مع لأيته اصصي. انا على فكرة قلناها لولادنا كتير على فكرة. اه وفصرناها برضو عشان لابقى بنعدها تاني. احنا لعلقى ليتا خالص. اه. ليتا ليتا التمني ليستحيل. تمام. اللي ما يحصلش. لعل درجة وارد يحصل. يعني انا ما اقول دلوقت انا اقول الاسطحات بلايتا الشباب يعودوا يوما مش راجع. راح. لا بالنسبة للعادة. اه. يعني كده خلال. لا ما اتصغرش نفسك خلاص انتهت. طيب لايتا وخلصت. يعني ده بيبقى انتهى. ما ينفعش يرجع تاني. لكن لعلة انا عارف ان الامل. ممكن. ان ممكن يعود. يعني ممكن يقول لعلة الحلقة مسلا اه وقتها يا زيد. جميل. هنا فيه ده اه عادي. بس برضو نقول لولادنا ان انت مش مطالب بالمعنى. يعني انت لو جيت تقول كلمة. انا هقول دلوقت مسلا. مصر دخل كاس العالة في اه الامبيليات توكيو اللي هي جاي. قميز? لو جيت انا تمناها ما قولش لايتا. لايتا مصر تفوز. بك اه اه والامبيليات توكيو. ما اقول لها ايش لايتا. تم تمناها احسن. ما قول لعلة. لعلة مصر تفوز. اه. يبنى لايتا دي بافئد الامل اوي. يقول لا ده مستحيلة. لا ده احنا مش عالف يارين ده احنا مش عالف مين اكبر. لا. نقول لعلة عشان الامل يبقى. اه زي لايتا السعيد يفوز بالدورة. دي برضك ايه يعني وقعية شوية. لا 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 ازاي الاهل. يبقى لايتا ازاي الاهل. يبقى لايتا. مش هيفوز ان شاء الله. خليني فلايت انا. اه. نازيد وفاق طبعا انتاج القمح. انا عمز بس الولادنا جايبها بس نادي. انا مفسرة يمكن انا جايبها كانت شكل مخالف شوية سحاتم. عشان اقول دي. اولادنا ساعات لما بتيجي حاجة زي كده بيخرجها من حتة حروف ناسخة. عارف الكالي او او الحرف نفسه. ايه النادي? وجات تعمل ايه? ولما دخلت على الحرف. معلش حال. بس ايه بتعرفنا ان احنا بنتكلم على جامعة بس. لايت انا كلنا. كلنا. نحنا نحن. اه. فعشان كده النادي جيالنا احنا. اي ضمير. اي المشكلة فيها? عشان ابناءنا بس. اي ضمير يتصل باننا واخواتها? اي ضمير يتصل بانا واخواتها? البعدها على طول يبقى الخبر. جميل جميل. اه. يعني انا هنا الاول. الخبر الخبر. هينطأ بعد لايتا على طول. تمام كده. لايتا بالضمير طبعا. اه. يعني انت عزامة حضراك انا 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 زرقتها هنا عندي. هنا تقول لايتانا نزيده انتاجه. اه انتاجه القبل. ليتانا هنا هيصلها ايه? لايتا. الزيادة اللي جات عندي قال لي نا. يبقى ان دي اسم اه اسم ليتا. حلو. اه. يبقى دي خدت الاسم وقعدت جنب ليتا وليتا فيها بقى الضمير. اه جاي بعد كده دوس على انه خبر وخلصة. ده الخبر بقى على حسب انواعه. ليتانا ايه? نزيده انتاج القرن. يبقى جملة نزيد كلها خبر ليتا جملة فعلية. يعني خبر ليتا جملة ايه? جملة فعلية. هو ده اللي المفروض اننا نخلي بالي منه. اولادنا كلهم يا سيد سعيد بيقعوا بيقعوا كتير جدا في موضوع الايه? في موضوع الضمير. ام. يعني ما لما يجي يقول ايه? انني مسلا اهي انك معلم. يجي يعرف كلمة معلم يقول لي معلم انك معلم انا اعميرها في ورقة جبيرة جديدة. انا مش عارف. دي اللي اولادنا بيقعوا فيها. انك معلم سعيد. مخصوص يعني. انك معلم حياتنا. اه. تمام كده. اه. اولادنا الخطأ اللي بيقعوا فيه. بيتنسى تماما الكاف دي. اه. يعني هي بتقع منه. هو واخد على انا وخلاص. اه هو واخد على انا. يقول لك الكلمة اللي بعدها ده الخطأ. يعني احنا هنكتب خطأ قبل ما نقول. يقول دي اسم انا. وسعيد خبر انا. غلط. غلط من اتجاهات. اه هو دخلها ازا بقى? اه. اخد بالك رسحتهم برضو عشان نقول لي اولادنا اه نسيان او او عدم الانتباه الكاف او ضمير. خلاي خش على ان المعلم سعيد وهو عايشة كده وخلاص. اه. ان المعلم سعيدة ما هي معروفة. انها دي اه دي الحرف الناسخ. والمعلم ادي اسمها. وان دي سعيد يبقى حضرة خلصة. اه. حضرتك انت قلت ايه? المعلم. المعلم. هو انت تعرف. اه. انا بقول عاقله هو بقى. عاقله هو شغال. ساعته احنا مستعجلين اوي. ننسى الحكاية واللاقيها ترجمناها كده. اه. يعني ما شفتش الكاف. وكمان انه الف ولم او كانت ناكل او معرفة انا داخل عليها على طول. وعشتها انك المعلم او ان المعلم سابس خلاص. يلا هي هي. اولادنا بيطلعوا فعلا نبسطين اوي بس بتطلع غلط يا. يا رابي الصعيه لها. ان الكاف دي لا تتغافل. كاف دي على طول اساس. احنا قلنا ده الاسم بقى. دي اسم انا. اما المعلم ايه يا سعيد خبر انا. اما السعيد ده ايه? ده سعيد. ده خلاص بقى. اه. ده نعت. موجود معنا. احنا قلنا معلم سعيد. لو المعلم السعيد برضه هيه هو نعت هو. اه. تمام كده? طيب عشان انا اسأل حكاها في النعت بس بعد ما اقول. اه نزيد انتاج القمح. انا مش عاوز اعدي كلمة لولادنا النهارده. في كل المراحل. من غير ما تتعرب. يعني انا قلنا. الخبر هنا جملة. وما قلنا نزيد يبقى جملة فعلية. ده نوع الخبر. خلاص انتهينا منها. طيب لو هعرب على بعضها بقى نزيده انتاج القمح. هنا انا هاعتبرها جملة جديدة. طالب ستة ابتدائي لما يجي يقول له حط له خط تحت كلمة نزيد. الطالب اللي بيطلغبت يقول لي خبر. هنبول بباردك تاني. الخبر الوحيد اللي بتعرب خبر لما يكون تحته خط الخبر المفرد. لكن لو جات لي كلمة نزيد اللي موجودة عنده ستة صعيد في السطايد اللي موجود قدامه. بتعرب فعل مضارع وقف على كده. جميل. المهمة الاعراب زي ما احنا قلنا مية مرة الاعراب غير الاستخراج. تمام. بتستخرج خبر تجيب جملة نزيد. لكن بتعرب خبر بتعرب كلمة تعربها باساسها. هي فعلة تبقى فعل. هي اسم تبقى اسمها. انا هكتب كلمة كده. اياك. واعراب الفعل على انه خبر. اهي. اياك واعراب الفعل على انه خبر. في الاعراب. في فرق ما بين الاعراب يا جماعة والاستخراك. او ما نزيده فعل مضارع مرفوع او ما لناش دعوة مرفوع ولا منصوب ولا ولا منصوب. مش قبيطنا اللي مش علينا. مش علينا الترمي ده. من اللي نزيد احنا? هنزيد ايه? انتاج. يبقى انتاج هتقارب ايه? مفعول. به. يبقى 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 النون بس هنا يا صحاتن. زي ما انت قلت الضمير كده بيجي مع عليته بيحدد لي ان هنا في اسم وبعدها خبر النون اللي جات نزيد دي مش اورالي على الفعل. تمام. يعني هي بتقول لي مين الفعل? نزيد احنا نحن. نحن. تمام. اللي هو الفاعل اللي موجود. يبقى اللي جاي بعد كده مفعول. تمام. تمام كده. القمح ده اي عربها مع حضرتك? اه الامح ده تخصصنا. اامح دايما بيضاف على الشيء عشان يعمل عايش يبقى مضاف انه. اه عشرين ملي مصري دلوقتي يبقلوا مضافق ليه طالما انا وقت بتاعتم سعيد خلاص. طب تعالي بقى ما نشوف كده سحاتم لو سألتك. اقول لك اكمل مكان النقط. او النقط بما هو مطلوب. ليت المصريين. ونقط جملة فعلية. انا عاوز دي بقى سحاتم. انا متعمد اجيبها ليتة ليه. اه. هتقول شيء صعب قوي صعب قوي. وهو خبر جملة فعلية. يحصل ولو حصل تقبل معجزة. اه. طبعا ما فيش حاجة معجزة على المصريين. اقول له براية ربنا هيكون هنكسر الدنيا. بس انا عاوز حاجة ايه عارف اللي هي صعبة المنال شوية. انا هتكلم كأن عدو المصر. اقول كده. لايت المصريين يفرطونا في حقه. او ده استحالة اوه. ده جميلة. كأن عدو المصر. لا ده جميلة لا جميلة بكرة. حاجة نفسها ان انت اه. احنا اللي بيتمنى العدو ده بيتماشيء مستحيل. تمام كده. اه. هو كده. اه. ودي كم فعالية اللي موجودة. تمام. تمام. هنا طبعا مصر استحالة يفرط في حق بلا. يعني مفيش اي اه متداخل كده يفكر ان هو يخش. لكن لو هنجيب جملة عشان خاطر بردك ما تبقاش الجملة وحشاني. اه. اه. يعني ممكن نقول لا ليت المصريون اه الجملة صعبة او السعيد. لا مش صعبة. هتل بقى انا عاوز لا انا قوي عاوز اقول حاجة. يعني احنا دايما على فكرة اه انا دايما بدخلها في الكورة. اه. بدخلها في في حت الكورة يعني. اه مصر دلوقتي الكل الكل اللي بيقول لكاس العالم ده مستحيل على مصر. احنا ما عندنا لو مصر حققت المستحيل. اه. حققت المستحيل. احنا في الاول بيقول صعبة صعبة. ليت المصريين. اه. يفوزونا بكاس. يفوزونا بكاس الكون. اه. اه. يعني ليت المصريين يفوزونا بكاس. ايه. ايه. ما فيش حاجة ان شاء الله. اه. ما فيش حاجة على مصر ان شاء الله. اه. انا بقى الصعيد. انا بقى الصعيد. انا بقى يفوزون بالكأس. الجملة دي ساعات ولادنا لما يجيلوا اعراب لكلمة يفوزون يعربها ايه خبر لعل مرفوع بالواو. ما احنا هنقوله هو بيت بايه? ما هو اصلا كاتب غلطا. هي بدأت معها غلط تمشي غلط للاخر يعني. دي غلط. ليه? لان انا قلت تاني لسه نعملها في الطرف قبل كده تحت كده. قلت الفعل لا يعرب ايه? لا يعرب خبرا. امال ده يتعارب ايه بقى السعيد. فعل مدارع برضا. ايضا. يعني ايضا فعل مدارع. ايضا دي هنا ايه? فعل مدارع. بس كده. ده الصح بتاعي. كان فيه جملة اه يعني في اه كان وان وحاجات دي جملة مشهورة قوي. كنا دايما نوقع ولادنا فيها. اه. لما بيشوفها. وهي لما اقول كانت او خلينا اقول كانت مسلا. كانت الميادين مزدحمة. تمام. اه نكتبها صحة ما معلش كده عشان اقول لولادنا يعني الخطأ اللي كان بيحصل. طب ما احنا نقولها ان الميادين مزدحمة. ما انا عاوز كان عشان اشوف كان او كان. اه. هنقول كان. اهو. ان الميادين مزدحمة. هي هطلقبط شوية مع ان. الاعراب الغلط اكتبه وحضرك تعلق عليه. اه ما هو الاساس الغلط. اه. يعني الاساس لان ولادنا فعلا بيغلطوا. اه. الميادين اسم ان. ماشي عم. اسم ان منصوب وعلامة نصبه الياء. جميل. اه. نحط كده ايه? اكس جنبها كده. تم تستنى بقى. اسماء هي اللي تجاوب على دي. ونشوفها هتجاوب صحة والغلقة. اسماء. نعم. ازايك يا اسماء? قويس الحمد لله. الحمد لله رب لك. عندك سؤال الاول يا اسماء? لا. انا عايزة تسألي. هتتسألي. ده احنا الجملة جالت مستنينك اصلا عشان تقوليها. ساس حاتم بقى ان الميادين مزدحمة. هتبص للورقة اللي معلو ساس حاتم وتعريب الميادين. ولو عربتيها هتقف قولي ازايك يا اسماء واقولك بايبار. اه وانا غلطت يا اسماء وقلت مش عالك غلطت بقى ماشي دعوة. انا صححة ولا غلط. اندي هتصححي لي. انا قلت الميادين اسم انا منصوبة علامة نصبه لياء. انا صح ولا غلط? صح. ليه بقى? ليه لياء هنا مش الفتحة? هو الميادين الاول جمع ايه اسماء? هي هل هي جمع مزكر سالم ولا جمع تكسير يا اسماء? الميادين جمع ايه. جمع مزكر سالم. في الدماغ الجمعة مزكراتي مصرد. المفرد بتاعها الميد? ولا المياد? تما تديها ده بانا عاوز بقى. اه. اسماء يعني انا لما اقول دلوقتي. اه اه بالراحة معايا كده. لو قلت المهندس. مش المهندس ده مفرد? اه. هاتيلي الجمع بتاعه? يعني بص يا اسماء لو قلت انه نفس الجملة هيه? ان المهندسين متميزون. ايه الفرق ما بين كلمة المهندسين والميادين? في نوع الجمع. لو قلت لك استخرج نوع الجمع. يا اسماء. قولي يا اسماء اسماء. بتفكري ولا ان انت ولا ايه? هم اللي انجون جمع مزكر سالم. لا بص بقى. طب نفسر هلأ فعلا انا اقول لك انا ونشرح الله هو اقول لك على حيات. يعني جمع مزكر الاول. جمع مزكر سالم هو اضافة ياء ونون الاو ونون على المفرد. صح كده? تاني على ايه? اضافة ياء ونون على المفرد. صح كده? على المفرد. صح كده? طب انا عندي هنا المهندسين لو شلت الياء ونون بقت الايه? مهندس. بقت المهندس. طب الميادين لو شلت الياء والنون هتبقى ايه? في حاجة اسمها المياد? انت ايها كده? لا. يبقى ده جمع تكسير يا اسماء وليس جمع مذكر ساني. وجمع التكسير ينصب بالايه? علامة نصب ايه? لا الفتحة. زي المفرد بالزبط. زي زي المفرد. بيختلفش على المفرد تماما. ماشي يا اسماء? شكرا انا اسماء. شكرا انا اسماء. انا كنت تعاوز على يعني هي هو ده اللي بتحصل لولادنا. هي اطلق بطت لحدها. ايوة ما اقول لا. هو ده اللي بيحصل لولادنا بجدء. وده على فكرة اسماء مش معناها اسماء انا عارف انها طالبية متفلقة اصلا. بس هي بطلق بطلق بطلق. انا عندي في كلمات في كلمات السعيد بتنتهي بياء ونون وهيا مش جامعة مزاكر سالم. فحقيقي. لانااااااااا. المزاكر سلم يقبل واو النون والياء والنون. يعني يا انفه اقول للمهندسون oh المهندسين. يا ما ينفعش اقول الميادين والميادون. ما ينفعش. ما تمشيش خالص. يأب هانا. لما واقع الواو النون او الياء والنون. من الكلمة اداتني مفرد بقى الجامعة مزاقتين. مقدتنيش مفرد. PAO م murders. يأبى جامعة تكسير. لان النون ينى ها اصلي. تمام. لان المفرد الميدان ايه? الميدان ايه? الميدان? اه. تمام كده. طيب. اه برضو عندي اه جملة كده عشان نقول الجملة الصعبة اللي ممكن تيجي كده. لعل الثورة. وخبر جملة اسمي. تمام. نقول بقى. اه لعل الثورة اهدافها. ايوة تحققت. اه. لعل الثورة اهدافها مفيدة. لا استنى. ده انا جاتلي وانا بكلمك كده جملة ملاش حل. لو انا قلت لعل الثورة اهدافها تحققت. اه. ولعل الثورة تحققت اهدافها. تمام. الاتنين شكلا اه يعني كمعنى واحد. تمام. ابنوع الخبر في الاتنين ايه? الاولانية خبر جملة اسمية. اللي هي اهدافها. اه. اللي هي بدأت باسم والضمير عائد على الثورة. يعني احنا هنقول ده اكتب الجملتين برد. تمام. ماشي? ايضا. لعل الثورة تتحقق اهدافها. ولعل الثورة اهدافها تتحقق. لعل الثورة ايه? او مالها? تمام. اهدافها تتحقق. نشوف الكلمة الاولانية. اسم ولا فعل? اسم. اسم. في ضمير يعود على الثورة. موجود. اهو. يبقى ده خبر جملة اسمية. يقبل. التانية جملة ايه? اسمية. ماشي? طيب. لعل الثورة الثورة تتحقق اهدافها. اول كلمة ان اضطاها فعل. يبقى ده خبر جملة فعلية. بس كده جميل. اخر سؤاليك والسحاتم ولو جاوبته لك مني تسقيفة بعدين. ان الرياضة وعاوز خبر مفرد. جميلة. لا مفيدة. ايه اجابتك غلط. صح. خلط. هي مفيدة اللي صح. هو على فلوسه اللي ايه? طبعا ان الرياضة وانعاوز خبر مفرد يقبى لازم اجيب كلمة كلمة مفردة. عشان يقبى هي اللي تأدي المعنى. جبتها بقى مفيدة. جبتها جميلة. جبتها سعيدة ايا كان اللي فيها. هي صحيحة. يبقى ده انواع خبر ان عشان انهي بسرعة. اه مفرد وجملة او شي بجملة. مفرد جملة شي بجملة. اولادنا بقى اصحاب او اصحابنا كده. في الصف السلسل التدائي. حلقتنا انتهت. لكن حلقاتنا مستمرة. انتظرونا. الحلقة دلوقتي. نستوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.